موسيقى 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 مثلا مثلا بقول مثلا يعني بمرة محسن ايام مرة محسن هتلاقي فيك فجوة ليه ان انت جبت لعيب عنده من القدرات والاساسيات بتاعت المركز اللي بتخليه من اول مباراة يقولك دي بتاعتي طيب من النقاط المهمة كمان اللي بتكلم فيها يا كريم الفكرة مش في الاهداف وفي الاسكور والتلات نقاط وده كان متوقع ولكن ان انت شايف ان ماتش البلدية اتحط فيه اساس يديك طمأنينة شوية لغاية نهاية الموسيقى طبعا مليون في المية وكمان نخلي بالك انت مبارح اول مرة تشوف دكة بودلاء النادي الاهلي فرقة تانية بالقوة دي ده حقيقية ده تانية فرقتين صحيح يوم بارح وكمان برضو نزل عايزين برضو نقول ان كريم ندفد بدأ يحاول ان هو يرجع زي فطرته الاولى ليفتيكي كريم ندفد ايام الكابت حسنان بدري اول ما كريم لا معانا الاهلي كان خامة مباشرة جدا بس طبعا لعنت الولد ده كان حظه كان حظه سيء جدا بس جيه مع فيوتشر بدأ يرجع ويحاول ان هو يعيد من مستوى قدم مستويات كويسة جدا جدا مع فيوتشر في الفترة اللي هو لعب معهم فيها وانا بشوف في الوقت الحالي الحمد لله الدينية ماشى معاه كويس وربنا يعني يحرصه من الاصابات ويقدر ان هو ان احنا بنتكلم من ان خط وصنط الاهلي ده تجير وانا بنتكلم على ان هو فيه ازمة بسبب الاصابة اللي جات والعملية اللي هيخذ عليها اليو ديانج وبالتالي اليو ديانج تقريبا خارج الموسم ده معاك فبالتالي كل الاضافات دي خلي الدكة البودلة عندك تبقى شرسة تبقى عندك حلول وتقدر في اي وقت عشان كان بحتى مبارح طبعا شوفنا النادي الاهلي اكيد اللي سكوره هنكلم برضو امانا يعني انا بحب بصراحة احمق عبدالرقوف مدرب كويس ومدرب شاطر بس مبارح عمل فهو عنده جراءة زايدة عن الحد عمل انتحارت فعلا انتحارت كتيكي انتحر هل ما تعلمش الدرس من مطرسة سراميكا؟ انتحر انتحر ان هو يلعب بخط دفاع متقدم قدام لعب اهلي مستحيل مستحيل انا العب قدامي الاهلي بخط دفاع متقدم من نص ملعبي بس برضو قدام سراميكا خسر خمسة برضو هو وضع من دي فلسفته برضى نظره بلعب اهلي او زمالك انا مشوفتش بصراحة مطرس سراميكا مشوفتش التاختكه يقول لعب بيه انت تلعب النادي الاهلي هو لايب خماسي في الخلف بس انت مقد تلعب بخمسة تلعب تلعب بسبعة تلعب يعام بالعشر كلهم العشرة زي التاتة زي الاربعة ليه؟ وانس انك قدمت ادفاعك قدامي انت لاني مش يعمل يلاعب واحدة بس الكرة طولية لان انا في كل احوال انا امتلك سرعات واحد يدرا سليم وكريم فؤاد دوسام حتى نفسه برجله شوف ما عنده طويل ويقولك دايما لعيب الطويل بياخد من السرعة انما برجله واسع لما فتح الاسبرينت في الهدف الاول لا يمكن ان تجيبه انت ممكن انت تجري معاه تتسابق معاه لكن موان سواء فتح البرجل برجل رجليه رجليه طويلة خلاص هو فرقك باربع خمس خطوات فالجون اللي بص على هدف الاول هدف التاني الهدف التالت كربون كربون من بعض انت بتطلع وعلى طول الكرة الطولية بتتلاب مش عايز اقل منه برضو انت حال عام الموسم مش وحش بصراحة هم هو مقدم كرة قويسة ولكن نتائجه الفترة ويلعبوا كرة حلو عالارض لكن انت خد تقرار بجانب ده النادي الاهلي مهم اوي اوي في الفترة الحالية فعلا يخش في الفترة دي وهو سالين سينانو اللي انت عندك كم منافسات متتالية صعبة عندك الدوري عايز تحسنه عندك نهايك اسماص القديم وعندك دور التمانية هنتكلم عليه في دور القطاع افريقيا مهم وبتحضر بقى طبعا ليه زي ما قلنا ليه منديال الانديال ان شاء الله السنة الجاي بإذن الله فهذا يعني الزخم انت فعلا بدأت تقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قايمة النادي الاهلي عن الموسم الجاي وربنا يحمي اللعيبة كلها من الاصابات المجموعة دي كلها بالفرقة دي يبقى عاك قايمة ان شاء الله تشرفك في منديال اندافي املك تأكيدا اللي كلام كريم بجعل معها كريم بيتكلم في فكرة ايه انت دلوقتي في الباكليفت ما كانش عندك غير معلول دلوقتي في معلول فيه عمر كمال عبدالواحد بخلاف كريم الدبيس الناحية اليومنا عندك هاني ممكن اقرم ممكن عمر كمال يلعب بقريت في نص الملعب عندك اقرم عندك كريم ندفد عندك مروانة عطية في السلية في افشة في امام عشور وامام دلوقتي الفترة اخيرة بقتصراحة يعني بيمتعنا في نص الملعب اصبح مايسترو وسط ملعب الاهلي الناحية الوجومية طاهر ما بيلعبش بس في كريم فؤاد بيرس تاو ما لعبش مبالح بشكل اساسي في ردة سليم لا يعني ان شاء الله مع وجود مودست مع وجود اللي هاني ماشي في الطريق الصح قبل كاس العالم عشرين خامس عشرين كريم ان شاء الله حتى هممكن ان شاء الله بعد كده بس مش دلوقتي اه نبقى نعمل حلقة بعد في فترة توقف ممكن نعمل حلقة على قيمة النادي الاهلي ممكن تشوفها ازي السنة الجاية بصباحة ممكن تشوف السنة الجاية ممكن تشوف اقوى قيمة للنادي الاهلي منذ قيمة مانوال الجزية 2005 ممكن السنة جاية بعد التغييرات البسيطية ممكن هنتكلم عليها. بس برضو نسبيه بالنجمات تشتغل مع بعض شوية. اكيد. ممكن يعني تخرج كم لعب والده خلك لعب او اتنين كمان تبقى انت معاك قايمة في كل المراكز عندك على اقلاله تقدير. طيب دي القايمة المحلية ومشوار الدوري ولسه الدوره طويل او الاهل رجع لعب مبارا في البلدية بعد توقف طويل ولسه ده اهل سبع مطشات في الدور. طيب بطولة افريقيا خلال ساعات مطش ينجي افريكانز والجولة الاخيرها كريم. والاهل رجع من مديامة بمكسب مهم ضمن له خلاص التأهل للدوره بع النهاية. مطش ينجي. الاهل محتاج في ايه? والتأهل بقى والصدارة او الوصافة شايفها ازاي? طيب احنا طبعا فعليا ندل الاهل هو متصدر المجموعة حاليا بفارق نقطة عن ينج ندل الاهل تسعة وينج تمانية وبقى مبارا واحدة. مبين الاهل وينجي افريكا. يوم الجمعة الجاي. طيب. ندل الاهل مكسب او وينجي افريكانز عشان يخطف الصدارة من النادي الاهلي معنوش غير حل وحيد وهو انه يكسب النادي الاهلي في القاعدة. طبعا كل امانة التصريح بتاع ينجي افريكانز احنا جايين مصر مش هنزول الاهرامات. عشان التصريح دي هيعرفك ان ديكتل مطش ايه. كل واحد بيجي يعني يخش في طور التصريحات دي بتاع عقف ان هو بقى ايه خلص لكي مش بركز كورة بقى ايه ان نخش في حرب الكلامية وبتاع فانتهى بموضوع. وبصراحة مطش الزهاب وكل امانة في فجوة. وخلي بالك الاهل اللي لعب في تنزقنية غير الاهلي اللي هلعب دلوقتي. خالص. توقيت ده غير توقيت ده. واللعبة مختلفة. انا بقول لها اللعبة مختلفة. حتى يعني ان شاء الله وسامة هيلعب. هيدي شكل مختلف ليه خاطة هجوم الاهل. فان شاء الله بازن الله بازن الله النادي الاهلي يحسم الصدارة. مع فوجة نزري ربما جمهور الاهلي بيتفائل لما الاهلي بيتأهل كوصيف. يعني خلال السنوات الاخيرة. التاريخ بيقول وصيف يعني بطل. ايه الناس كلها بس احنا برضو محمد يعني يعني ان شاء الله. نجرب. اصلي اوما طلعت انت متصدر. ايه. 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 مش مختلف معكم والله. ايه. انت الطبيعي انك بتمشي. اه للصدارة. ده الطبيعي يعني. عشان تلعب في اياب الدوري التمانية على قلة على ارضك. بالزبط. فيها ما بقتش تفرق بس في الاخر. يعني برضو المجموعة سهلة. فما ينفعش برضو انت تقولي انا طلعت فيها تاني. مش مش ايه. صوت بالك المجموعات التانية فيها مفاجئات. طيب تعاين بدر الكراسي. انت اصلا شايف في افريقيا مين ينافس الاهلي فعليا على البطولة دي. مفيش برسان داونس. اما انا بقيت الفرق مرقيتش دا الزمان. حتى كنت انا بتفرج على مطش الترجي والنجم الساحلي. وده مطش قوي مطش ديربي ديربي الكرة التونسية وبيتلاقي في افريقيا. بصراحة ملقيتش المستوى يعني ايه المأمول. يعني الترجي سبتين صفر اه بس. ومعهم ولا برازيلي كويس وكل شيء. بس الترجي برضو مش. بعيد. والوداد كمان يعني مش عقول بعيدة الوداد من يكون يخرج. الوداد اصلا مصيره مش في ايده. يعني مصيره فعلا مش في ايد سمبا يكسب باي نتيجة خلاص. مطش الوداد وقاسك. مرش فيما. مرش فيما خالص. فلقصود انت بس مستاني تعرف البراكتز بتاعتك هتخليك تواجه سانداونز فين. واضح في الاطبال انا بشوف ان سانداونز الصدارة بالنسباله هتبقى سهل. وعطاق ابن محمد لو سانداونز اول واهلي اول يعني ربما ما هيقابلوش بعض غير في. لا ممكن لا ممكن سمي فايلة. ممكن سمي فايلة. ممكن سمي فايلة لانا بياخده التواني مع الاوائل. اوكي. وبعد كده بقى بتبقى فيه قرعة انت ممكن تلاعب اوائل لو انت كسبته هم كسبوا. فهي بتبقى قرعة. فاهم فاهم. بس هاي احساسي ممكن يطلعو اواتين. يعني احساسي ممكن سانداونز يطلع تاني لو حصل تعادل. والله بس انا باشوف ده اهلان مازمبي مازمبي كوته على ارضه. مازمبي برة ارضه شكرا. بيفقد كتير بس. بيفقد كتير بيفقد حكام بيفقد حكام. حاجات كتيرة.ة مازمبي برة ارض. الاقلق من مازمبي تحديدا في دور التمانية. صحيح. لكن في نفس الوقت اهلان من سانداونز فانية. ماتشوف ارضه سخيف وانت فعلا بامانة ما بتلعبش مازمبي بس. كل اك ما زنبي من زمان كده يعني ما زنبي طول حياة ومسحب ما راح الملعب ده الامانة يعني قلمة قلمة ما اعتقد فرق عربية اخرجت مرة اعتقد الودادة كان فريق جزائري كذبو في دور الابطار وقتها نجي بصراحة مطش سخيف جدا ومطش انت بتواجه مش بتلاعب في كورة والامانة برضو الحكم اللي بيتم تعيينه من برادي لو مش من النخبة في افريقيا انا اسف والله بجد انا اسف بتشوف قرارات في الملعب يعني انا اسف اقول انها مدفوعة الاجر بكل امانة بس في الاخر احنا في الوقت الحالي بنقول ان النادي الاهلي لو ان شاء الله صعب تصدر انت هتبقى في مواجهة اما اعتقد الترجي او الهلال برضو لسه عندهم مطش بس الترجي لو تعادل خلاصت اهل بس الهلال الخيره والمطش في تونس عفاك الهلال له يعني التاريخ مع الترجي في المواجهات بالنوعية من النوعية دي كتير قوي قوي مطش حلو بتفرجوا عليه مطش الترجي وهلال في الجولة السادة مطش حلو طيب لو هنحسبها كده مثلا نفترض لو دول طلعوا تواني مازمبي سيمبا الترجي سيمبا ده اسهل لله انا محب مواجهة سيمبا مجدني من المطش في تنزانيا الناس ما بتحبوش بتحبوش بتحيط العصر والكلام ده بس صدقني بس في الدور الفريقي اللي عبنا ستة نعم اللي عبنا ستة المهرب اه لا لا صحيح حاصل بس الهلي صدقناش حلو والبطولة دي مكادش لسه ايه عالف احنا برضو ايه قرب بات موسين الاهلي اه الاهلي مع اي بطولة جديدة ما بيبقها اول مرة ما بيبقاش في افضل حالته بطولة دي بصراحة مكادش الذكراها مكادش حلوة معانا فانا اعتقد لا 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 الاهلي الوقت صدقني ان شاء الله بإذن الله لنهاية الموسم ده هنتفرج على كرة حلوة وهنتفرج على اهلي مكتلة ايزا انت في المشوار الافريقي شايف مباراة الاهلي وينج افريكانز ان شاء الله الصدرة مضمونة ان شاء الله ولو قابلت تحدي من التعوني اللي ذكرناهم سيمبا الترجي او مازينبي في متناول الاهلي في نهاية شهر شهر اسخف ماتش فيه اسخف ماتش فيه تترجل او طلع تاني ما يتمنيش ميلعبش الاهلي الترجل هو مش هتمنيش يعني التاريخ كله دلوقتي يقولك تلاتة سفر اه نفس المدرب بنفس اللعيبة نفس كل حاجة طب كلمة صراحة كده في الختام اهلي وزمالك فانالكاس طبعا اكيد دلوقتي يعني النادي الاهلي يعمل له حساب كتير جدا نادي الزماك اختلف استفاقات اكيد غيرت الشكل بكل امانة نادي الزماك نفسه اختلف ادارة بالشكل الجديد للنادي بالهدوء الناس بتشتغل كل امانة غير قبل كده الناس بتتكلم اكثر بتشتغل لازم ماتش تعمل له الف حساب استفاقات الجديدة نادي الزماك بيخليه له شكل وشوف نص ملعبه بقى كويس جدا بقى عنده صنوع لعب كويسين جدا بخلاف بصراحة بعيدة يعني بعيدة انا اعطى الله سعيد مفيش بصراحة لكن النهاردة فعلا احمد حمدي ومصر ماهر وياسر حمد المدافع ممتاز ولدك كويس ولدك كويس جدا اضافات خلت الفريق شكل مختلف واعطاقت جامس برضو مدير فني من المداسة البرتغالية المداسة الالتفاهم هي هادية هتتكلمش كتير بيشتغل بيعتم بيصلح الدفاع دايما المداسة البرتغالية محمد بتركز ان هتصلح في الدفاع قبل ما يصلح الهجوم كده انت الزمالك شكله في الملعب ثابت من اللعبة بتضغط كويس بيتحركوا كتلة واحدة كويسة اه استيل لستة ما شفناهمش في مواجهة وتعادلوا مع الاسماعيلي لكن لا 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 فريق شكله مختلف عن اللي كنا شايفينه قبل مثلا كاسة الامم مباراة 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 مهمة والاهم بصراحة طبعا شايف تلاقي ببارا مصر يبقى شكلنا ان شاء الله جيد وبإذن الله بإذن الله تبقى المباراة دي في وجهة نظري بداية التعاون بين اهل والزمالك بكل امانة ان هم يعملوا مع بعض مباراة استعراضية عشان تدخل تتعرف ان الحضور الجماهيري في المطش ده مش هيبقى فصل مع بعض يعني ساعة حاجز التذكر لغد الوقت محدش عارف هو كم اهلي وكم زمالك سيستم مفتوح عايز دخل في كده حتى بص في ايطاليا مثلا انتر وميلان الناس عارفة كلها التنفسية ما بين انتر وميلان تاريخيا لكن كبزنس دي لا بزنس مع بعض تعال نعمل ماتش ودي في الصين تعال نعمل ماتش ودي مش عارف في اليابان تعال نروح شرق اسيا نعمل مش عارف ايه مع بعض وهيطلع علينا مثلا مبلغ هتاخد انت كذا واخد انا كذا وممشي حنة حتى ايفي لو انت محتاج لعيب من عندي وانا لعيب دانا ايش محتاجه اخده ما فيش ايضا مشكلة لازم دايما دايما ادارات الاندية الكبيرة تتعود علاقتنا مع بعض حاجة في الملعب حاجة وعلاقة الجمهور ما تعقبش على الجمهور سيب الجمهور مع بعضه هم يتعاملوا مع بعض انما كبزنس وكتعامل اداري مع بعض لا احنا مصلحة الاندية بتاعتنا ومصلحة البراند بتاعنا هو الاساس بإذن الله كريم انا بشكرك شكرا محمد بمساكت والماشيات الجاية كتير وفي احداث كبيرة ان شاء الله الفترة جالة كان البداية موفقة للأهل بإذن الله بعد استقناف المشوار الافريقي والمحلي شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء شكرا